أهلاً وسهلاً بحضراتكم مشاهدين العزاء في هذه الجولة الإخبارية من الآن والتي نتناول فيها عدداً ما الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية نبدأها بالشأن المحلي حيث قرر الرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية تكون مهمتها التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزراء والجهات جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء من جانبها استعرضت وزيرة الصحة الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر موضحة أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد داخل جمهورية مصر العربية حتى مساء أمس الأربعاء وصلت إلى 157 حالة لمصريين و53 حالة لأجانب واستعرضت الوزيرة الحالات المصابة التي تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية ففي الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة واحدة مصابة وفي الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات مصابة بالمرض بينما كانت الحالات المصابة في الأسبوع الأول من شهر مارس 50 حالة وفي الأسبوع الثاني من مارس 49 حالة بينما في الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من الرابع عشر إلى الثامن عشر من مارس كان عدد الحالات المصابة 115 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أنه تم بالتعاون مع القوات المسلحة تنفيذ خطة أو خطة تطهير للفنادق الثابتة والمتحركة بالمحافظات السياحية بالإضافة إلى تطهير الموانئ والمطارات ووسائل النقل وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس حيث تم تطهير 25 فندقا 11 منها ثابتا و14 فندقا متحركا بالأخصر إلى جانب 7 فنادق بأسوان كما أشارت الدكتورة هالة زايدة لأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتأخير وصول انتشار الفيروس للذروة تتضمن كذلك توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات ومنها ألف جهاز قياس حرارة من الجبهة وشراء 40 ألفا من الكواشف المعملية الخاصة بفحص مرض الكورونا المستجد وجار توريد 250 ألف كاشف كما تم توفير الملابس الوقائية اللازمة لجميع المستشفيات خاصة العزل والحوميات وفي الوقت نفسه تم شراء 30 ألف كاشف سريع كما أنه من المقرر توريد 75 ألف كاشف سريع الأسبوع المقبل أعلنت وزيرة الصحة عن استخدام تطبيق التشخيص والعلاج عن بعض في مستشفيات العزل منوهة إلى أنه تم بالفعل استخدامه في مستشفى النجيلة وجاري تركيبه في باقي مستشفيات العزل خلال 48 ساعة ترجمة نانسي قنقر